بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع الكلام في ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفات الأعراب يقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال له صلى الله عليه وسلم أحسنت إليك فقال الأعرابي لا ولا أجملت فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دع الأعرابي إلى البيت فقال إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إليك فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم قال نعم فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي كذلك يا أعرابي فقال الأعرابي نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها فتوجه إليها صاحبها وأخذ لها من قشام الأرض أي من نبات الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار والحمد لله رب العالمين موسيقى